السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الأعزاء في حصة اليوم سوف ندروا التعبير الكتابي صفحة 73 من كتاب المنير في اللغة العربية مستوى 5 ابتدائي نبدأ على بركة الله اعلنوا امام مجموعة القسم عن موهباتي اذا هنا سوف نعلن مجموعة من المواهب اللي ممكن يكون فيكم شو واحد كيمتال ها مثلا شي موهبة في الرسم اللي عنده شي موهبة في الرسم غي يتحدث عليها قدام تلامت ديو القسم اولا مثلا موهبة موهبة في تجويد القرآن او مثلا موهبة مثلا في الشعر او في كتابة القصص يعني اي موهبة كيفما كانت كتمنتالكها غتتحدث عليها امام الاصديقاء ديولك او الزملاء ديولك ثم استعدوا لتوسيع الفكرة انطلاقا من توجيهاتي استادي اذا غا تكون عندنا هنا في هذه الحصة واحد الفكرة وغادي تستحضروا الكيفية او المهارة ديوك توسيع الفكرة اللي يشرح لكم الاستاذ داخل القسم انتبهوا الى النموذج الذي تقدمه استادتي او استادي اذا غا ترد البال طريقة اللي حلتوا بها او وسعتوا بها الفكرة رفقتها الاستاذ ديالكم اذا هنا اخطط عندنا نص الموضوع هو هذا الانشطة المدرسية تجعل من المؤسسة فضاء خصبا يساعد على تحرير الطاقات الإبداعية واكتساب المواهب في كل المجالات اذا هنا لش غنهضروع؟ غنهضروع fight او بالاحرى غدينهضروط ايعا دور المدرسة في دعم هادة الانشطة المدرسية اذا دور المدرسة في اكتشاف المواهب وصق لها اعتمادا على الانشطة المدرسية انا في الموضوع ديالنا غدين نضروع الانشطة المدرسية ونضروع لفضاء المدرسة كعنصر فعال في إبراز المواهب عبر الأنشطة التي تنظمها هذه المدارس إذن الكلمات المفاتيمات وعندنا الأنشطة المدرسية وعندنا المؤسسة وعندنا الطاقة الإبداعية ومواهب إذن هذه الأطمام الأشياء غن تناولهم في الموضوع ديانه غن توسعه في الشرح ديانه إذن السؤال الأول أنجزه موضوعا إنشائيا في توسيع هذه الفكرة يعني المطالب ما نحن اللي مطلب منا أننا نديره موضوع إنشائي باش نوسعه هذه الفكرة إذن هنا أحاول صديقتي أو صديقاتي أو صديقي حول بعض حقوقنا وواجباتنا داخل المدرسة إذن هنا كنحاول نتذكر بعض الحقوق داخل المدرسة والواجبات أيضا مثلا من حقي اللعب في ساحة المدرسة من حقي تعبير عن رأيي من حقي المشاركة مثلا في المسابقات المدرسية في الرحالة المدرسية في الأنشطة المدرسية من واجب احترام تجهيزات المدرسة احترام الأساتيدة احترام زملائي احترام الآخرين إذن هناك مجموعة من الحقوق اللي تناولناها في الوحدة وأيضا مرتبطة بها مجموعة من الواجبات نحاول نتذكرها هنا أقرأ نص الموضوع وأركز على فكرة المدرسة فضاء خاص يساعد على تحرير الطاقات الإبداعية واكتشاف المواهب في كل المجالات لتوسيعها إذن رغضي نضروع المدرسة ودورها في تحرير واكتشاف الطاقات الإبداعية واكتشاف المواهب في شتى المجالات إذن مثلا في المجالات الرياضية في المجالات الفنية في المجالات التقافية إذن مجموعة من المجالات أيضا المجالات الدينية إذن كون شيء جilla نتناولوه في هذا الموضوع اللي غادي نكتبوه إذن الحصة الثانية احنا غنديرو الحصص كاملي غنديرهم في حصة واحدة إذن الحصة الثانية غادي تحاولو تكتبو المسودة إذن المسودة يعني غادي نديرو المحاولة الأولى للكتابة إذن نحنا فش غادي نكتبو الموضوع فش غايكون غايكون على الأنشطة المدرسية وضورها في تعزيز وتحرير طاقة الإبداعية لدى التلاميذ إذن لدى التلاميذ إذن أكتب مسودتي في محاولتي الأولى وأستعين بالعناصر الآتية إذن من اللي غد نخطط غد ندير هذه العناصر أقرأ الفكرة بتماعون وأحدد عناصرها إذن العناصر قلنا هي الأنشطة دي الحياة المدرسية ومكان مزاولتها ودورها في اكتشاف المواهب إذن هدو هم اللي غد نركزوا عليهم في الإنشاء دينا ودونوا المعلومات الضرورية على شكل رؤوس أقلام يعني المعلومات اللي غد نحتاجها في هذا الموضوع غد نديرها على شكل نقط يعني نقط رؤوس أقلام وحددوا بعض الأنشطة التقافية والرياضية والفنية غد نتحدث على بعض الأنشطة التقافية والرياضية والفنية وحددوا الفضاءات التي تزاول فيها هذه الأنشطة يعني فينك تزاول وش في مثلا في قاعة سينمائية ولا في المدرسة ولا في البيت ولا مشاركة المتعلمين في هذه الأنشطة يعني غيرت نتحدث حتى على المشاركة دي اللي تلامد في هذه الأنشطة كنحول الفكرة إلى أفكار جزئية يعني هذه الفكرة اللي عندي كنحولها إلى أفكار جزئية يعني غيرت نتحدث على الأنشطة دي المدرسة ثم كيف ما قالوا لي المكان دي المزولة دي لها وضوها في اكتشاف المواهب وغيرت كلها فكرة غيرت نوسعها مثلا نغندل فيها ثلاثة سطورة والاربعة باش نوف فيها ونعطيها حقها في الشرح وفي الإفادة ثم عندنا الأنشطة التقافية ونمي الفكر عندنا مثلا نشرح لنا الأنشطة التقافية ونمي الفكر كمثال أعطونا أن الأنشطة التقافية ممكن نقول عليها بأن العقل السليم في الجسمي السليم لأن العقل إلا كان يفكر مزيان وكان سليم إذن بما أن الجسم السليم سابب في وجود عقل سليم ويكون جسم سليم خاص التلميذ يكون سليم محتف في تعامل ديالو اكتشاف المواهب اكتشاف المواهب وممكن ندعمو الموضوع ديالنا بشي امثيلة مثلا استدلو بعض الابطال لي مثلا برزو في ميادين متعددة بحل مثلا ميادينة رياضية او فنية وفي الاخر كن هدروع لرأي الشخصي ديالنا في الحياة المدرسية في دور الحياة المدرسية اذا هنا تخطيت انا درت لكم طريقة هنايا مثلا المقدمة اشغالين تناولوا فيها اذا احنا قلنا انا شرحت لكم ده بغير بصفة عامة وهنا وردكم اشنو خصنا نديرو يعني الخطوات اللي خصنا نمشيوا هدو مرؤوس الأقلام اللي غدين نمشيوا عليهم مثلا في المقدمة علش خصنا نهدرو خصنا نديرو تعريف مثلا بالانشطة المدرسية اشنا هي هاد الانشطة المدرسية اذا هاد الانشطة المدرسية هي مثلا واحد المجموعة من الانشطة اللي كتتخول المتعلم اكتساب مهارات وقدرات جديدة او ابراز مهاراتي وتمارسوا داخلها مثلا مجموعات يعني انشطة ماذا بك نسميها انشطة الا وكتكون مع الاخر ممكن انتحددتوا ايضا على المدرسة والدور ديالها في اكتشاف المواهب اذا نعطوه مثلا شي فكرة على المدرسة وكيفاش انها كتساهم في اكتشافي وابراز قدرات التلميذ اذا هاد شي ممكن تحددتو ليه في المقدمة ما اللي غادي نوصله للعرض غادي ممكن تحددتو لأنواع الانشطة المدرسية اذا كان بعض الانشطة الرياضية بحالش بحال الالعاب الرياضية مسابقات الرياضية مثلا مقابلات الرياضية او تظاهرات الرياضية ثم كان انشطة تقافية بحال المسابقات التقافية مسابقات في المطالعة مسابقات في القراءة في الشعر في الكتابة وما الى ذلك ايضا كان انشطة دينية بحال مثلا مسابقات في حفظ الاحاديث أو مصابقة في تجويد القرآن أو مصابقة في حفظ الصور القرآنية أيضاً هناك أنشطة فنية مثلاً أنشطة في الرسم في الغناء في التمثيل موسيقى أنشطة ترفيهية مثلاً أنشطة تهم الرحلات أو خارجات أنشطة تطوعية مثلاً تنظيف مرافق المدرسة بحال يوم التعاون المدرسي نديره أنشطة ديلة الغرس أو ديلة تشجير تزيل الحضائق ثم نقدرون نهضروا على مكان مزاولة هذه الأنشطة مدام نحن في المدرسة إذن ستزاول داخل فضاءات المدرسة أو في ساحة المدرسة أو داخل قاعات خاصة أو داخل ملاعب المدرسة إذا كانت فيها هناك ملاعب ثم سنتحدث عن دور هذه الأنشطة في اكتشاف المواهب وأيضاً في كونها تزيد في تقة التلميذ بنفسه أيضاً تساعده على إبراز طاقاته وقدراته أيضاً تساعده على زيادة كفاءته الدراسية أيضاً يتعلم التلميذ أهمية العمل الجماعي تساعده أيضاً على الإقبال على المدرسة تعزز لديه روح الموطنة إذن هادو كلهم غير نوقات يعني ممكن ناخدوا حاجة ولنحيدوا حاجة نزيدوا حاجة يعني مشي بشي ربطوهم هادو غير أفكار غير أفكار يعني شفي نخصني نبقى نهدر يعني غنبقى نهدر على الأنشطة وننكر الأنواع ديولها نهدر مثلاً على دور ديل هاد الأنشطة في الحياة ديل التلميذ فاش كتفيدو يعني مشي نشد كلمة اللاصقة هنا وحدا وندير عهو وسائل للربط لا غير هادو تخطيت كتبقى هدي بحل مسودة يعني عاكن رؤوس أقلام يعني وحد واسخ كندير واسخ عادي كندوز للإنشاء مشي مباشرة غير هنكنش تدور قوستيلو وكان مبدن نكتب في الموضوع ما يمكنش خاصة أنت كنخطط ليه من بعد عادي مبدن نكتب وفي الآخير في الخاتمة غدنا طي الرأي ديالي فهد الأنشطة المدراسية يعني فاش كتفيد هد الأنشطة المدراسية واش مزيانة واش خاصة تلقى واش خاصة تحييد يعني الرأي ديالي آنا اشنو فيها يعني الرأي ديالي بخصوص هد الأنشطة إذن هذا كان هو التخطيط غير مرو دابل الحصة الثانية اللي كتبع اللي هي حصة التحرير إذن أنا على ضوء هد الأفكار اللي جبت هنا حاولت نخرج منهم موضوع إذن الموضوع دينا هو هذا تعتبر المدرسة الفضاء الأمثلة لممارسة مجموعة من الأنشطة التي تلعب دورا هاما في بناء شخصية الطفل وتنمية قدراته حيث نجد أنواع مختلفة من الأنشطة فهناك الأنشطة الرياضية كالألعاب الرياضية والأنشطة الثقافية من قبيل المسابقات الثقافية في المطالعة والشعر والكتابة والأنشطة الدينية كتنظيم المسابقات لتجويد وحفظ القرآن الكريم وهناك أيضا أنشطة فنية كالغناء والتمثيل والموسيقى وما إلى ذلك من الأنشطة ولقد أثبتت هذه الأنشطة نجاعتها في زيادة ثقة التلميذ بنفسه كما ساعدت في زيادة كفاءاته الدراسية بل الأكثر من ذلك أنها ساعدت على حل مشكلات نفسية وسلوكية لدى الطفل كالخجل والتوحد والعنف لهذا لهذا وجب التشجيع على ممارسة الأنشطة المدرسية لأنها تساهم بشكل كبير في زيادة مهارات التلميذ وقدراته لأنها تساهم بشكل كفاءاته لأنها تساهم بشكل كفاءاته لأنها تساهم بشكل كفاءاته ونكتب ونكتبه مقدمة عرض خاتمة ونكتبه قدامه إلى هنا ننتهي الحصة اليوم موعدية يتجدد بكم في حصة مقبلة بحول الله موسيقى